البرحة وكالة بيكهيت نشروا هاي الصورة للوسيم العالمي جين وفوراً تحولت السوشال ميديا إلى لطن ردح وبكاء لأنه كل الأرمي مفكرين بأنه جين دخل الجيش ومنصبه بالقوات البحرية شقد طالع وسيم؟ يا لكن بالحقيقة جين لسه ما دخل الجيش وهاي الصورة ضمن مشروع بيتيس مي مايسيلف ان جين سي اوف جين ايلاند وانتوا لاحظتوا شنو مكتوب عالصورة؟ ترى يا جماعة جداً واضح بأنه هذا الشهر دور جين لمشروع مي مايسيلف ان جين وللعلم جين مش راح يتم تجنيده بالقوات البحرية لأنه هو شخصياً اعترف لإحدى الأرمي بأنه تم قبوله في قاعدة الجيش في الخطوط الأمامية وبعد ما يتم تدريبه لمدة خمس أسابيع راح يتم إرساله إلى قاعدة عسكرية مختلفة ليتم تجنيده كقوات مشاء عامة اشتركوا في القناة